اشتركوا في القناة خدمة المجتمع المشاركة السياسية الخطاب الإفتاء التعليم الشرع هذه مسارات واحدة ثلاثة أربعة خمسة ست ستة مسارات يمكن أن نتحدث نحن عن سبعة ثمانية أو عن أربعة ثلاثة هل العدد هنا تعبدي أم معقول المعنى معقول المعنى الربع والسدس والنصف في المواريث تعبدي أربع وركعات عدد تعبدي تلك عشرة كاملة تعبدي أما الأعداده في المفاهيم وفي المناهج وفي المعقولات فهي معقولة المعنى العدد لابد أن نفهمه على هذا الأساس وهذه ممكن أنا بنفسي وراجع ونفسي بعد ثلاثة يام نختصرها في خمسة نفس الباحث فضلا عن غيره هذه مسارات يتحقق بها التدين المنتج المصار أو المصار التعبدي المصار التعبدي له منتجات كثيرة أبرز منتوج أكتفي بذكره الآن هو انتاج الانتظام 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 بمعنى النظام أن يكون المتعبدون متعبدون بالنظام هذا النظام هو اجتماع بشر في موضوع لهدف بكيفية بأدبية بفاعلية بتأثير عنا الانتظام في المسجد الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة الآيات وعندنا انتظام في الحج وعندنا انتظام في عيد الأضحى وعندنا يعني عندنا كثير من المقامات اللي فيها النظام والاجتماع واتحاد الصف واماء امام متقدم وجماعة متناغمة رجالا ونساء ما الذي يريده هذا التعبد في هذا الاجتماع انما هو الانتظام الانتظام بمعنى ان يربي المسلمون انفسهم على النظام على الاعتمام انما جعل الامام ليؤتم به تتصورون انه خمس صلوات في اليوم والليلة من طلوع الفجر الى اخر الى صلاة العشاء خمس صلوات بنظام منتظم مترد منضبط فيه امام وفيه استواء صف وفيه ركوع وفيه سجود وفيه وسط الامام بمعنى جعلوه احسنكم واوسطكم واعدلكم وافضلكم وفيه خلف الصف شروط فقهية شروط علمية شروط طربوية وفيه تعظيم لهذه الشعيرة وفيه تطوير لهذا الاداء لا اقول لهذه الشعيرة تطوير لهذا الاداء كأن الاسلام يريد بانتظامك في المسجد ان تنتظم في حياتك كلها مثل ما انك منتظم في المسجد تنتظم في المجتمع وتنتظم في الادارة وتنتظم في السوق وطبعا انتظام السوق ليس هو انتظام المسجد انتظام السوق له مقتضياته وانتظام المسجد له مقتضياته ألم أن تكون منتظما بحسب المقتضاء والمقتضي أما أن تعيش منتظما في المسجد وفوضويا في السوق وفي المكتبة وإن كانت أنا مكتبتي فوضوية اسمحوا لي في هذا معي لأني معي أهلي مش ممكن نقول مش فوضوية مكتبتي منها لكن هذه الفوضوية للضرورة ورب سهل باش ننظمها عما على الأقل هي منتظمة في أدائها لكن في أوضاعها وفي كذا وربما يكون هذا مظنة العمل ومظنة الإنتاج يتعذر حين التنظيم مع الكثرة الأعباء الانتظام المهم هو معنا في الدين أصيل وهو بطبيعة الخلق من طبيعة الخلق الله سبحانه وتعالى خلق الكون منتظما وأمر بدين فيه النظام وفيه التناسب بين نظام الكون الخلق ونظام الدين والشرع علاقة زوال الشمس عن وسط السماء بأداء صلاة الظهر وعلاقة البلوغ بالزواج وعلاقة الأحكام بالكون وعلاقة الأحكام بالإنسان وعلاقة الأحكام برابطة محكمة ومنظومة مضطردة هذا كله يبين لنا أن هذا الدين نظام وجاء ليقر موضوع النظام المسلم الذي يعيش فوضويا في انتظامه الأسري ولا المجتمعي ويعيشه في فوضوية في الإدارة في الوقت في النواعيد في القطار في الفكر في المذهبية في السياسة كل هؤلاء ليس لهم قدر من هذا الانتاج الديني على مستوى الانتظام التعبذي وإن كانوا يتفاوتون في هذا الانتظام عنا مصار خدمة المجتمع خدمة المجتمع هي تحقيق النفع العام وجاء في الحديث أن جاء في الحديث أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس للناس أنفعهم أو في رواية أما هنا للناس أو لعيالي يتحدث العلماء عن النفع العام بمعنى حق الله وحق العبد فروض الكفاية وفروض الفروض العينية شوف إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كيف نفهم هذا الحديث نفهمه بطرق كثيرة للعلماء أقوال في هذا ومقالات دقيقة وبديعة لكن هناك وجه من وجوه هذه المقالات أن الحديث أشار إلى ماذا أشار إلى صنفين من الحرومات قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ثلاث حرومات إنسانية الدم والمال والعرب إنسانية ثم ذكر حرومات أخرى ثلاثة كيومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا شوف زمان ومكان زمان ومكان ثلاثة مقابل ثلاثة حرمة إنسانية مقابل حرمات تعبدية وسوى بينها نحن لماذا نلتفت إلى الحرمة التعبدية ولا نلتفت إلى الحرمة الإنسانية النفس محفوظة والمال محفوظ والعرض محفوظ كاليوم عرف أو يوم الحج ويوم العيد وبلد الله الحرام وشهر ذي الحج والصلاة والزكاة هذا ما فيش تفريق في الدين وفي الوعي الصحيح ما فيه تفريق كلهم بحسبه وبمقتضاه هذا أن ينتج التعبد أن تنتج الحرمة الشعائرية الحرمة الإنسانية ووعينا الديني لابد أن ينتج وعيا إنسانيا كما أنت تعتني بالواجب الفردي والواجب التعبد تعتني بالواجب الجماعي بالواجب الإنساني وعند الله سبحانه وتعالى يقبل ذلك بمشيئته وخيره وعفوه وكما قال هو وعد هو بحسب مقتضى ذلك إذا تعين حفظ نفس وتأخير عبادة هذا هو مراده والمثال الفقه الذي ذكر العلماء هو إنقاذ غريق أثناء أداء صلاة هذا هو مثال فقه ذكره العلماء من أجل التأسيس لمبدأ الحرمة الإنسانية التي قد تقدم على الحرمة الدينية أو الأصل أن تتعايش معها وأن تلازمها ولكن في أحوال تقدم الحرمة الإنسانية على الحرمة الدينية كمثالنا هذا الذي فيه إنقاذ غريق وترك صلاة لأن ترك الصلاة أمر يجبر أما إنقاذ غريق فأمر لا يجبر نعم قضية الاستثمار الانتاج بالوقف الانتاج بالوقف والانتاج بالزكاة نتحدث عن استثمار الزكاة استثمار الوقف المشاركة السياسية انتاج الحرية وانتاج الحقوق وانتاج الدولة والمؤسسة وانتاج النظام وانتاج الاستقرار وانتاج الاستثمار والانتاج بالدولة والانتاج بالمجتمع والمسلمون معنيون بالدولة إذا كانوا أهلا للدولة واعتنائهم بالدولة هو جزء من اعتنائهم بالدين وبالإنسانية وبالمصلحة ثم من الانتاج مثلا في المساهمة السياسية والإسهام السياسي من الإسلاميين في الحكم هذا إسهام ينتج أمورا كثيرة ينتج مثلما قلت ينتج تأمين المسارات خاصة بعد الثورات التي وقعت في بعض البلد العربية الثورات والمشاركة السياسية أسهمت في بعض البلد وخاصة في بلادي تونس أسهمت في تأمين المسار الانتقالي ومصار الحريات وبالمشاركة السياسية والمشاركة المدنية انتاج الحرية أن تمكن للحرية وأن تحافظ على الحرية وأن تؤسس للحرية وأن تجعل ضمانات دستورية ومؤسسية للحرية هذا انتاج مهم جدا لأن الحرية من أفضل المنتجات الإنسانية فبالحرية تطبق الشريعة وتقيم العدل وتنتخب وترشح وتترشح وإلى آخره وبخلافها بخلاف الحرية تقمع الشعوب وتعطل الأحكام وتفوت المصالح والحرية طريق إلى الجنة الحرية طريق إلى الجنة الحرية المسؤولة طريق إلى الجنة لأن الحرية فطرة ومصلحة وربنا سبحانه وتعالى يريد منك أن تقيم دينه وأن تعبده وأن تحر أما إذا لم تكن حرا فأنت في نظر الإسلام تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى تطوير لأن العبد كأنه ميت لأنه ليس حرا لا يد في هذا كثير والنصوص في هذا كثير جدا مصار ولذلك نحن معنيون بأن نشارك في السياسة وأن نعامل بالسياسة وأن نفهم السياسة وأن نتعاطى مع السياسة السياسة الراشدة العادلة والوطنية وبمقتضاها العلمي المعرفي بالمهارة بالفكر بالشراكة الحقيقية بعدم الإقصاء بعدم الاستثناء هذا إنتاج مهم بالدين بمعنى أن الدين يريدك أن تكون مشاركا نافعا منخرطا فاعلا متأثرا مؤثرا لا حاجة في ذلك أن تجتهد وتخطق خير أن لا تجتهد أصلا أن تشارك في السياسة بعلمها النسبي وبسياقها الواقعي وبإكرهاتها وبإخفقاتها وبتراجعها وبتقدمها خير منها التي تشارك وتحتزل وتقول أنا في ربوة وأنا في وراء والسياسة كذا وتوصفها بكل الأوصاب المهم أن تنخرط وأنت بنية وقصط وبعمل صحيح وبهدف واضح وبتواضع وبفعل وإضافة هذا هو الانتاج بالدين في الوعي السياسي في المشاركة السياسية كذلك في خدمة المجتمع المصار الخطاب الخطاب الذي ينتج هو خطاب ينتج مخاطبين ووعيا وانتاجا وفكرا الخطاب الذي لا ينطلق من الواقع ولا يشخص الأمراض ولا يقدم حلولا عملية ميسورة مقدورا هذا خطاب نظري سطحي شكلي يحلق في الأجواء وهو كلام أشبه ما يكون بالكلام الأجوف والعبارات التي لا تحقق أثرا ولا تنتج معنا ولا تجلب صلاحا الخطبة والخطاب والبيان هذه وسائل لها مقصوداتها والخطاب الذي يحلق في الأجواء وينطلق من كلمات ومن أدلة لا علاقة لها بالواقع ولا علاقة لها بهموم الناس كالذي يحدث الناس مثلا عن زكاة الإبل في مدينة بيكين مثلا ولا في مدينة باريس مثلا زكاة الإبل أو يحدثهم مثلا عن أحكام الحج بعد انتهاء الحج بثلاثة أسابيع أو يحدثهم عن شروط الأضحية في يوم العيد الثاني والثالث لازم حديث عن شروط الأضحية قبل شراء الأضحية والحديث عن الحج والحديث عن الزواج إلى آخره قال سبحانه وتعالى نقلا حكاية عن سليمان قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب والخطاب من شروطه الانتاجية أن يكون خطابا فاصلا فايصلا محسوما محددا في موضوعه وفي سياقه ثم أن يكون مقرونا بحكمة وآتيناه الحكمة وشددنا ملكه الحكم القوي الراشد العادل والحكمة بمعنى تنزيل الأمر في موضوعه المناسب له والخطاب الفصل هو الخطاب البين الواضح المفهوم ليس الخطاب العام المطلق المرسل إلى آخره ما صار الإفتاء نتحدث عن الإفتاء ربع سلا لا خلاص موازن موازن بين الوقت سأنهي بحول الله عند انتهاء الوقت بالضبط وأشكرك على هذه المراقبة وهذه المراقبة ما ظنة الإدارة الله يضرب وكنت ضربت مثلا قبل أيام عن تدخل عن المراقبة في موضوع الحكم والسلطة ودور المجتمع المدني في المراقبة ودور الهيئات الدستورية في المراقبة ودور الإعلام والعلماء في المراقبة فضربت لذلك مثاله في مقام نكتة قلت لهم إذا انفرد الحاكم بالسلطة من فرد حاكم بالسلطة إلا كان الشيطان ثالثهما وهذه خلوة خلوة الحاكم بالسلطة لكي نمنع هذه الخلوة وشبهتها وفتنتها ومفسدتها لابد من محرم المحرم هنا ما هو أو من هو البرلمان القوي تدخل البرلمان في تقييد سلطة الحاكم والمجتمع المدني والضاغط والعلماء والإعلام هؤلاء محارم مثل الأربع أعمام إذا وجد واحد منهم أو الأربعة زالت الشبهة وانتهت الفتنة وأمنات المفسدة لذلك لا يجوز أن ينفرد الحاكم بالسلطة لأن انفرادهما ظنة فتنة وشهوة وشبهة ومفسدة قال لي واحد وإذا يتزوج السلطة قلت هذا زواج سري لا يا صح ما هو زواج مع ولا يكون هناك زواج معلن يعلنه الحاكم بينه وبين السلطة لأن هذا هو بداية الاستبداد والانفراد أما الأصل في السلطة وعلاقة الحاكم بالسلطة أنها علاقة تعاقدية مؤقتة فيها المراقبة وفيها المحاسبة وفيها التعديل والموازنة حتى لا يستبد ولا ينفرد ومعظم استبداداتنا بدأت بانعزال المجتمع وغياب المحرم فتركوه منفردا فعل ما فعل الله يهديه أخيرا الانتاج بالفتوى الفتوى التي تنتج التمأنينة وتنتج الحل وتنتج الوعي الفتوى الفتوى التي تنتج الأمل وتنتج الجبر وتنتج الانطلاق والتجاوز أما الفتوى التي تنتج الفوضى والحيرة والمأزق والتعطل لا مش ممكن هذا ولذلك الفتوى لها أوضعها على مستوى إنتاجها وعلى مستوى تثميرها وعلم الفتوى علم ينتج الاستثمار وينتج الاجتماع الإنساني وينتج التجاوز وينتج العمل وينتج أوضاعا ينتج الإصلاح وينتج التعزير وينتج التبشير وينتج كل ما ينتج بحسب موضوعه والسياقة أخيرا في منهجيات التدين المنتج التدين المنتج طبعا مثل ما قلنا ينطلق من أسس وقواعد ونصوص ومعاني ومقاصد هو يلتزم بمنهجية والمنهجية معناها الطريق الموصل إلى المقصود والمنهجية شطر المعرفة المعرفة هي موضوع ومنهج وغاية وأثر إذا نحن نقتصر على العلم موضوعا من غير منهجية ومن غير طرائق وسبل في التفكير وفي البحث وفي الدرس وفي التداول والتبليغ نحن مقصرهم ولذلك هذه نصرات المستقيم هذه تؤسس للمنهج المسلم يكون منهجيا كما هو معرفي مثل ما يعرف الأحكام والصلاة واجبة لابد يعمل منهجية الصلاة يعني لماذا هذه الخماسية خمس صلوات منهجية تراتبية يعني منتظمة أن يصلي ثم ينقطع يعمل ثم يعود يصلي ثم أن يجمع بين رؤية كونية للشمس والقمر وتعبد يقيمه وبين حكم ومقصد وبين دنيا وآخرة وبين حال ومآل منهج وأن يدخر من كل هذا أن يدخر تعمير الوجود وعمارة الأرض وأن يشتغل إلى أن يتوفى يعني وعبد ربك حتى يأتيك اليقوم ما في حياة راحة في الدنيا ما في تعطل إطلاقا العطلة في الدنيا ليست مقصودة من حيث أصلها وإنما مقصودة من حيث كونه وسيلة للعمل والتعب يعني الأصل في الدنيا العمل والأصل في الجنة عدم العمل ولذلك عندما يسجدون الشكر الله يتعليقون ما فيش سجود هو فيه العافة للجزاء لأن الدنيا دار عمل والعطلة فيها والإجازة فيها استثناء ووسيلة أما الآخرة فأصلها عدم العمل إذن هذا المنهجيات منهجيات التدين يعني لابد من منهجيات لابد من بوصلة وطريق وخطوات وبداية ونهاية ورؤية استشرافية مستقبلية مراعاة الواقع يعني السنانية في التفكير هذه المنهجيات مختصر شديد ما زالوا سبعة دقائق أظن؟ عشر دقائق عشر عنا أول منهجية المفهوم الكلي والجمعي اللي فيه هالجمع بين الكليات والجزئيات بين الأصول والفروع بين النصوص والمقاصد بين المباني والمعاني بين الحال والمآل بين الظاهر والمعنى بين القرآن والسنة بين الحكم المجرد المطلق وبين الحكم الملابس يراعي فيه الإمكانيات يراعي فيه الظروف يراعي فيه الأحوال الموانع عندما نتحدث عن المانع في حكم الأحكام الوضعية تدرسون درستم هذا في أصول الفقر المانع والشرط ما هو المانع في الحكم الوضعي ما هو المانع لا نعرفه بمثال وإن كانت تعريفه بالمثال المانع هو كل ما يعيخ التكليف والشرط كل ما يحقق التكليف فكل شرط هو قدرة وإمكانية واستطاعة وكل مانع هو مانع معرقل معطل فقدان للقدرة فقدان للاستطاعة فالمسلم مكلف بين شرط واستطاعة وبين مانع وعائق إذا ابتلي بشرط أقام تكليفه على هذا الشرط وإذا ابتلي بمانع وتعذر الشرط في ذلك مطالب بإزالة المانع وفعل البديل عن الحكم الذي يتأسس على شرطه الأصلي وبمراعاة ما هو بحسابه وفق كلام العلماء المحققين فالشرط والمانع إنما هو مفهوم للقدرات والاستطاعة والإمكانيات من جهة الشرط ومفهوم للموانع والتحديات والإكرهات من جهة المهنة ولذلك الموازنة بين القدرات والإمكانيات والموانع والعرقي هذا أمر مهم الميسور لا يترك بالمعسور مكان مقدور عليه ليش نخلي مكان مقدور عليه أنا أقدر على عسرة في المئة لماذا أكلف نفسي عشرين في المئة ولا مئة في المئة عنا مفهوم الكل والجمعي يجمع بين هذه المدركات والمصارات والمآلات والحوال وكذا هذا هو الفهم الشمولي والكل الثنين السننية السننية بمعنى أن يراعي السنن والقوانين الكونية والعلمية والإنسانية والاجتماعية السنن بمعنى المقدمات التي تؤدي إلى نتائش بمعنى الأسباب التي تؤدي إلى مسبباتها الواقعية والنسبية النسبية في السياسة مثلا النسبية ليس هناك إطلاق في السياسة ليس هناك نصوص صريحة في العمل البرلماني أو في التحالفات السياسية أو في صياغة الدستير والتأويل ليس هناك هناك مبادئ وكليات وقيم وهناك بعض التفاصيل في بعض الآيات مثل العدل الشورى لكن في النظم والآليات والأدوات والتغيرات على مستوى التطبيق والإنجاز هذا كله لا يمكن أن نستصحب فيه نصوصا مباشرة وإنما نستصحب فيه رؤية جمعية كلية فيها النصوص وفيها المقاصد وفيها الاجتهاد وفيها التقدير وفيها التوازنات وفيها المعلومات والإحصائيات إلى أخير من أجل أن نحقق بعد ذلك مقاربة تصلح لممارسة سياسية أو لتجربة برلمانية عندنا أيضا من المنهجيات التكامل المعرفي والتركيب المؤسسي التكامل المعرفي هو أن العلوم تتكامل فيما بينها وعندنا العلوم صنفان صنف العلوم الشرعية وصنف العلوم الإنسانية والاجتماعية وبعض العلماء القدامى والمحدثين يعتبرون أن العلوم كلها علوم شرعية بما في ذلك العلم الكوني والعلم الإنساني والعلم الديني لكن هذا التقسيم موجود وقائم الآن العلم الشرعي والعلم الإنساني الاجتماعي الطبيعي إلى أخير المهم أن يكون هذا التكامل بين العلوم كلها بين العلوم الشرعية من جهة أولى أنه ليه يدرس الأصول مع الفقه مع التفسير مع الحديث مع اللغة المنطق إلى أخيره وإن كان متخصصا في التفسير فلابد أن يكون له اطلاع وإلمام بالعلوم الأخرى هذا التكامل المعرفي في داخل المعرفة الشرعية والتكامل المعرفي في الإنسانيات والاجتماعيات والطبيعيات لابد أن يكون هذا موصولا بالمعرفة الشرعية السياسة الشرعية التي ندرسه اختصاصا إسلاميا في العلوم الإسلامية لا يمكن أن ندرسها بمعزلنا عن العلوم السياسي وعن المؤسسات السياسية والخطاب السياسي والأحزاب السياسية إلى آخره كل هذا يعطي تكاملا معرفيا أيضا الفتوى ليست فقط وإن كانت تستند إلى الشرع وإلى الأدلة وإلى المدركات الشرعية وهتبليغ عن رب العالمين لكنها موصولة بالطب إذا كانت فتوى طبية بالاقتصاد إذا كانت فتوى اقتصادي فكرة المشروعات من المنهجي ما معنى التركيب المؤسسي؟ التركيب المؤسسي هو أن تتكامل المؤسسات بعضها مع بعض يعني مؤسسة الإفتاء تتكامل مع مؤسسة القضاء مؤسسة الجامعات وتتكامل مع مؤسسة المؤسسات التشريعية المؤسسات المالية البنكية اليوم عندما نتحدث عن فقه مالية إسلامية وفتاوى في المالية الإسلامية ننطلق من الشرع ونربط ذلك بالقانون وبالمعاملات وبالنظم كيف يمكن أن نتحدث عن مالية إسلامية ولا أعرف مثلا النظام المالي وأنواع العقود وأن أستمع للاقتصادي والمتخصص المالي فيما يقدمه لي من تجارب وتطبيقات وأداء لكي أحكم على معاملة مالية تقدم لي من المتخصصين ثم أبين رأي الشرع فيها وليس فقط التزم بالنصوص والأحكام بمعزلنا عن الواقع والنظم والقوانين المالية والعلوم المالية والاقتصادية قبل الأخير فكرة المشروعات منها نجيد التدين الجماعي هو فكرة المشروع اللي فيه التخصص والجدوى والتفرغ والإمكانية يعني من المشروعات مثلا المشروع لي إنتاج وصر فيها وصر بالزواج وبتخفيف الأعباء الزواج مشروع يتأسس على جهة مالية وجهة إفتائية تفتي بمثلا جواز إعطاء الزكاة في التزويج وجهة عملياتية تنظيمية لوجستية هي تقنية تعمل الإحصاء وتدرس الحالات والأشخاص وكذا وجهة إعلامية تسوق لهذه التجربة فبمجموع هذه الجهات أقيموا مشروعنا في 2019 أقول سأزوج ألف زوجا في قرية ولا في مدينة أحنا نتحطوا على تزويج العزاب من العازيبات أخونا نكملوا المشروع هذه الساعة أحنا مثلا ما بديناش فيه لما نقيم هذا المشروع هذا مشروع إنتاج وصر وما يترتب عليها بتدين واعن وفهم دقيق وتعاون مشترك فيه فتوى موصولة بالأغنياء في زكاتهم وبالإعلام في تداولهم وبالجمعيات في تنظيمهم وفيه أغنياء وعون بأن يصرفوا هذه الزكاة مش فقط على المساجد وبعض الأغنياء يظنون أن الطريق الأقرب إلى الله هو الزكاة على المساجد لا الطريق الأقرب إلى الله بحسب المراد الأقرب من الله سبحانه وتعالى فإذا كان الأقرب من الله سبحانه وتعالى هو بناء مسجد أو إغاثة نفس أو تزويج شباب أو إقامة جسور أو حفر آبار هذا المقصد يتحدد بناء على مقتضياته الشرعية والإسلامية والاجتهادية والتفسيرية إذا كان الأقرب إلى الله تزويج شباب فالأغنياء يؤمن بأن الأقرب الله بحسب القواعد والنصوص وكلام العلماء المحقين مش بحسب هواه وشهوته يقول لك إذا كان انفاق في مسجد أنا أنفق لأن المسجد أقرب إلى الله أما انفاق لمؤسسة وطريق وحفر بئر وتزويج ناس لا هذه مرتبة ثانية لا مش مرتبة ثانية ومش مرتبة أولى المرتبة الثانية والأولى بحسب قواعد المقاصد أخيرا التجديد والاجتهاد والاستدعاء الوظيفي العملي ليس فقط الاستدعاء النظري الفكري ثم آخر حاجة وأختم بها الوعي بالمناهج نفسها التجديد والاجتهاد هم كم؟ معنى وقت شوي لا معنى وقت ريت قلت تكمل بالضبط قلت لك أكمل بحسب الوقت المخص نعم الحمد لله التجديد والاجتهاد التجديد هو طبعا التطوير والتحسين والتصحيح والتوضيح والتأصيل والتقعيد والتفعيل كل ما فيه تفعيل بحسب فعله ومن التجديد نعم ومن التجديد هو أن تجعل الشيء جديدا كأصله الأول ولذلك جاء الحديث بتجديد الدين في حديث ابن داود أبي داود مش ابن داود الظاهري ابن داود المحدث أما أبو داود الظاهري ابن داود صاحب السنن وأبو داود صاحب مثب الظاهري الفقه البغداد العراق سنن أبي داود نعم مش ابن داود اللي هو مؤسس المذهب الظاهري ابن داود محمد ابن داود داود هو المؤسس وابنه محمد معه في التأسيس وينسب ويلة الظاهرية فداود هو عنده ولده اسمه محمد محمد ابن داود أو الإمام داود مؤسس المذهب الظاهري وابن حزم مجدد أو مؤصل أو مفرع للمذهب الظاهري كما هو معروف المهم صاحب السنن حديث أبي داود إن الله يبعث ولدي الأمة على رأسه كل مئة سنة من يجادد لها دينها تجديد الدين بمعنى اعتباره كما نزل صافيا واضحا من دون ما طرأ عليه او ورد اليه من الزوائد والشبهات والاضافات التي ليست منه لا من نصوصه ولا من مقاصيده ولا من لغته فكل شيء طارئ او استجد او استجد بموجب شوائب الزمان والمكان والحال كل ذلك لا علاقة له بالدين وانما له علاقة بالتفاعل مع الدين والتمثل للدين من المتمثلين والمتدينين والمفسرين والمتعاملين مع النصوص والاحكام فتجديد الدين اذا ارجاء ابقاؤه ابقاؤه كما هو في لغته في احكامه في مقاصده وايضا تجديد الدين بمعنى تحريك النفوس وتحريك الاقلام وتحريك العقول وتحريك النظم وتحريك الاوعية التطبيقية والمصارات المنهجية والادوات المعرفية وكل ما يتعلق بالفعل الانساني بالمنهج الانساني بالتطوير في البحث التطوير في التطبيق التطوير في النظم هذا هو التجديد مثلا نحن نتحدث عن تجديد الفقه مثلا مثلا بسيطة جدا نقولها لكم الان كيف نجديد الفقه نجديد مثلا مصطلحاته وامثلته عوض ان اقول باع دابة او اتلف دابة اقول اتلف سيارة الدلو والحبل والقربة اقول الحاسوب والايفون والبايفون الحاسوب وش اسمه الاخر الجهاز التليفون الموبايل الحاسوب سامسو هذا هو الصغير والاوسط الكبير يعني الجهاز التليفون والجهاز الكتابة والاخره فلما اقول اشترى حاسوبا او اتلف جوالا ايفون موقعه لا تعطي شيخا ميكروفونا ولا امرأة لا تعطي شيخا ميكروفونا ولا امرأة ايفونا لا ولا امرأة تليفونا ولا شابا ايفونا ولا شايب راديوفونا هذا الدلال على انه الحديث الكثير على كل من التجديد ايضا تجديد مثلا نحن اليوم نتحدث عن تجديد المصطلحات تجديد الابواب الفقهية فيه تقسيم باب العبادات باب المعاملات باب الاسرة ممكن ان نتحدث عن فقه الثورة فقه الدولة فقه الإدارة هذه مصطلحات واسماء لأبواب وأقسام ليست تعبدية ولنا ان نتحدث عن مثلا نتحدث عن في اصول الفقه نجدد اصول الفقه ان نزيل عن علم اصول الفقه مثلا الكلام في علم الكلام وفي علم المنطق مما لا علاقة له بموضوع الاستندباط بموضوع الاصول ان نجدد اصول الفقه بمعنى ان نجعل اصول الفقه تقرأ بقراءة مقاصيدية كلية لاست بقراءة فقط يعني قراءة استدلالية لغوية منطقية تقصيد الأصول أن نقرأ الأصول بمنظار لغوي وبمنظار تشريع استنباطي وبمنظار مقاصدي وأيضا بمنظار دولة وبمنظار تطبيقات في المجتمع وبمنظار تداول في المجتمع الأصول اليوم قد تحتاج إلى وسائل تعبير عنها هذه الأصول تحتاج إلى أن نستخدم وسائل التعبير ووسائل الفنون الآن في معرفة الأصول وتطبيقات الأصول وأن التجاوز مرحلة الطريقة اللي فيها نوع من صعوبة العبارة وفيها نوع من ركاكة الأسلوب ولذلك بعض الناس يهجرون أصول الفقه ليس من جهة الأصول في موضوعي وإنما من جهة الكتابة وصعوبة العبارة وكثرة الحواشي والهوامش والفروع وكذا نحن إذن نجدد لماذا لا ندرس الأصول الآن بطريقة عصرية بالصبورة بالحاسوب بالأمثلة المعاصرة حتى بالتطبيق العملي وتمثيلية والمسرح والسينما لماذا ما يجيش فيلم اسمه الاستحسان مثلا يصورون الاستحسان يصوروه في السوق ويصوروه في الجدل بين الشافعي ومالك مثلا يعمل فيلم مجلس بين الشافعي ومالك مثلا عن الاستحسان كيف تعرف الاستحسان بأنه تسعة أعشر العلم يا شيخ مالك يقول للشافعي إن من استحسن فقد شرع وبعدين يجي واحد من الدخل هذا يقول المقصود للإمام الشافعي هو التشريع بالهوا والتشاهي والمقصود بقول مالك هو الاستثناء من الأصل لمصلحة راجعة أو العمل بأقوى الديان. هدر أضرب لنا مثلا يضرب هذا مثل وهذا مثل وبعدين يمشوا للسوق ويعملوا التطبيق للاستحسان. المماثلون يعني يقصد ما معنى الاستحسان؟ الاستحسان مثل البوفي في البوفي في اللوتي في الفندق البوفي في الفندق أنا كنا نعيش في البوفي في الفندق هذا الغذاء الذاتي بوفي مفتوح يعني كل واحد يمشي يأخذ اشي يحب هذي أصل واستحسان هو ما هو نص هذي ولا أصل كيف هو استحسان؟ لماذا هو استحسان؟ هذا هو تعاقد يعني أنت عندما تدخل الفندق أنت دخلت في عقد مع صاحب الفندق دفعت له أربعين دولار في الليلة مقابل منفعة سكنة واستعمال الماء وطعام وسباحة ورياضة إلى آخرين فأنت دفعت أربعين دولار وهي مبلغ معلوم يقابله استهلاك غير معلوم واحد يأكل الطاولة كلها لا يبقى فيها ولا يذر والآخر مسكين يأخذ شوية إنما بنتف هكذا وهذا كله جائز لمن أكمل ولمن لم يكمل لماذا؟ لأن الذي أخذ الأكثر والذي أخذ الأقل أخذ شيئا مقابل الثمن مما أجازه العلماء استثناء من الأصل والعلّة التي نهي فيها عن عدم العلم في المبيع أو في البضاعة هذه العلّة منتفية في أجرة الفنادق وفي طعام الفنادق فلو إحنا يجي واحد يعمل لقطة سينمائية في مقطع صوتي تلفزي ثلاث دقائق أربع دقائق يتحدث عن الاستحسان بهذه الطريقة واحد داخل الفندق ويعطيه ربعين دولار ويمشي البوفي ويأكل ويجي ثاني يقول هذاك لا كثير وهذاك أكل قليلا وهذا هو الاستحسان في صورتي ويبين سيفهم الناس ما معنى الاستحسان وقص على ذلك المصلحة المرسلة وقص على ذلك الاستصحاب وقص على ذلك نحن اليوم في حاجة إلى تجديد الأصول بأوجه كثيرة من الأوجه والمسارات المسار التعبيري التمثيلي الإعلامي التدريبي الذي فيه استخدام وسائل التعبير الحديثة الميسورة والقليلة في زمانها والمؤثرة بصورتها وبإخراجها والتي تشد المشاهدين المشاهدون اليوم يتابعون المقاطع ثلاث دقائق سبع دقائق وخاصة المقاطع المصورة والمقاطع الصوتية بدرجة أخرى هذا من التجديد الأصولي قص على ذلك علم الكلام والفقه ممكن ندرس الفقه الآن البيع مثلا الملامسة الملابسة الملامسة والمنابذة الملامسة ما مع الملامسة مجرد يمس القطعة يقوله خلاص هذا يبايع من بيوع الجاهلي المنابذة يرميله لحل بيضاع ويعمل له العقد والإيصال العقد وشروط العقد وعرف العقد الأخير هذه تجديدات مهمة جدا نحن معنون بها وقص على ذلك تجديد الخطاب تجديد الزمن تجديد المضمون تجديد الوسائل تجديد الهيئة تجديد المكان إلى أخير من هذا كل تجديدات أختم في هذه المداخلة المطولة اللي هي ما شاء الله ساعة ونص طبعا اعتراها شيء من التداخل والعموم أحيانا وبعض ساعات التدقيق والصعوبة ما ذكرته لكم هو جهدي وحرصي بصوابه وخطائه وأحب أن أستمع إليكم فيما تعلقون به على هذه المداخلة المطولة بالاستفساري أو الاستدراكي أو النقدي أو التطوير أو كما تريدون هذا حقكم في التعبير شكرا والله وليه والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله سؤال الأول علم المقاصد أول وسائل أو وسائل أو وسائل لإنغاء الأحكام الشرعية المقاصد الشرعية هي جزء من الإسلام وهي جزء من الشريعة وهي مع الأحكام أو متضمنة في الأحكام فعندنا في الإسلام عندنا النص والحكم الذي يتضمنه النص والمقصد الذي يتضمنه النص والحكم ثلاث أجزاء في الشرع فعندنا النص مثل ما قلت بالمثالية تضحوا الحال كتب عليكم الصيام هذا حكم أي وجوب الصيام وعندنا مقصد هو بلوغ التقوى وبلوغ التقوى نص عليه في الآية فهو هو جزء من آية لعلكم تتقون جزء من آية أليس كذلك جزء من آية ولا مش جزء من آية إذن هو من القرآن جزء من آية في التلاوة والحروف والكلمات وجزء من آية في معنى هذه الكلمات وجزء من آية في علاقة هذا المقصد بالحكم لأن الحكم هذا جاء مع كتب عليكم الصيام الذي يقول بأن لعلكم تتقون ستأتي لإلغاء حكم الصوم أنا أقول له خلاف هذا أنت بالأكس أنت عندما تلغي لعلكم تتقون ألغيت وجوب الصيام كما جاء منوطا بالمقصد فالمقصد إذن هي جزء من الدين جاءت بها الآيات والأحاديث ثم ارتقت إلى علم هذا العلم موضوعه المصلحة من حيث ثبوتها من حيث مقدارها من حيث علاقتها بالمصالح الأخرى ومن حيث جمعها بالمصالح الأخرى والموازنة بين ذلك وهناك المصلحة الكلية والمصلحة الجزئية وهناك المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والمصلحة الغالبة والمصلحة الخالصة المحظة وهناك المصلحة المرسلة والمصلحة الملغاة والمصلحة المعتبرة وهناك المصلحة الجزئية والمصلحة الكلية وهناك المصلحة الدائمة والمصلحة المؤقتة وهناك المصلحة الأصلية والمصلحة التباعية وهناك المصلحة العاجلة والمصلحة الآجلة فهذه المصالح كلها تنتمي إلى علم المقاصد فعلم المقاصد جاء ليدرس ويبين المصلحة في أوجوها المتعددة وأحوالها المختلفة والمصلحة شهد لها القرآن وشهدت لها السنة وشهد لها الاستقراء والاستقراء هو النظر في كل ما جاء في القرآن والسنة في موضوع المصالح والتقرير هذا المعنى المقاصدي المصلحي اللي هو معنى كلي هو قضية كلية جعل العلماء لها قواعد عبروا بها عن هذه المعاني الكلية بألفاظ موجزة كقولهم المصالح شرعة لمصالح العباد في المعاجي وفي المعاد وكقول العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد درءوا المفاسد وجلبوا المصالح يختاروا أهون الشرين يرتكبوا أخفوا الضررين تدرأوا أعظم المفسدتين تجلبوا أكبر المصلحتين هذه قواعد كلية كلها تأسس على النصوص والأحكام بمنهج الاستقراء والجمع والاستخلاص والتقرير المقاصد هل هي دليل أم ليست دليل بعض العلماء يقولون بأن المقاصد هي منهج ترتيب ووعي وفهم أن تقدم الأكثر مصلح الأقل مصلح الأخير بعضهم يقول هذا الكلام وبعضهم يقول بأن المقاصد هي أدلة كلية فالأدلة عندنا في الإسلام نوعا أدلة جزئية وأدلة كلية الأدلة الجزئية هي النص تعلق بحكم شرعيا معين والدليل كله هو الذي يتعلق بأحكام كثيرة وبمسائل كثيرة من ذلك قاعدة حفظ الأسرة أو حفظ النسب أو حفظ العقل أو حفظ النفس حفظ نفس دليل شرعي كلي ثبت بأدلة كثيرة من القرآن والسنة فتطبيقنا لقاعدة حفظ النفس إنما هو تطبيق للنصوص الشرعية التي بني عليها هذا المقصد الكل الذي هو حفظ النفس إذن عملي بقاعدة حفظ النسب وحفظ العقل والنفس هذا عمل بالنصوص الشرعية لكن ليس بطريق مباشر بين نص شرعي يباشر هذه المسألة وإنما عن طريق واسطة هذه القاعدة الكلية التي تستوعب فروعها ومفرداتها هذا السؤال الأول السؤال الثاني السياسي للدين ويوجد بالقاف المقابل من يقول السياسة مجاسة ما هي السياسة؟ لنحكم على السياسة ما هي السياسة؟ السياسة هي الإدارة هي الرعاية السياسة في البيت رعاية البيت راعي الغنم الذي يرعى غنمه هذا يمارس السياسة السياسة أصلها مرتبطة بقيادة أو برعاية الغنم ورعاية الإبل هذا التعريف لو سياسة يسوس يعني قادة يقود رعاية رعاية إلى آخر منها فالسياسة هي الإدارة وهي الرعاية في مجالات الحياة كلها تو واحد لما يسوق السيارة ألا يمارس سياسة يراعي فيها قواعد المرور ويلتزم بالضوء الأحمر والضوء الأخضر ويسير يمينا ولا يرتكب مخالفة وإن يرتكب مخالفة حوسيب أو الأخير أليست هذه سياسة؟ نحن في هذه الجلسة ندير إدارة سياسية بمعنى أننا ندير شأنا اجتماعيا فيه مجمع بشري وفيه موضوع وفيه ثقافة وفكر فنحن نسوس هذا المجلس والسياسة بمعناها الخاص كما هي معروفة هي إدارة الدولة وتنظيم الشأن العام وبعضهم عرفة السياسة بأن فعل الممكن أو فن الممكن السياسة إذن هي فعل يقوم به الناس يقوم به الأحزاب والحكومة والشعب ينتخب والمؤسسات التراقب والهيئة الدستورية والمحكمة الدستورية والمراقبة الدستورية والتحليل السياسي والخطاب السياسي والبرنامج السياسي والتعليم السياسي كل حلوم سياسية في الجامعات إلى آخر هذه كلها من السياسة ما حكم هذه السياسة بحسب هذا المفهوم الواسع المركب حكمها بحسب حكم أقسامها وأجزائها تدريس العلوم السياسي لنهيئة للأمة سياسيين كبارا ومهرة ويتحثوا على السياسة سياسة خطاب السياسة مش خطاب الوعظ ومش خطاب الدرس ومش خطاب الإصلاح بين الزوجين ومش خطاب المقبرة عنده خصوصيات وعنده ماهيته وعنده أدواته ولذلك عندما نتحث عن العلوم السياسي نتحثوا على جزء من السياسة تهيئة السياسيين ودراسة الظاهرة السياسية ما حكم تعلم العلوم السياسية هذا يرتقي إلى الواجب الكفائي طيب المشاركة الانتخابية لما أنت تحب تنتخب موما حقك باش تنتخب وموما حقك موما السياسة الانتخاب الحياة السياسية تقوم على الانتخابات وتقوم على التوافقات وتقوم على التحالفات وتقوم على المشاركة السياسية الإيجابية من حقك تشارك في الحكم وتدلي بصوتك أنت حر وأنت منتخب وأنت 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 ما حكم الانتخابات الحكم الانتخابات بحسب ما تقول ليه بحسب طبيعته إذا كانت انتخابات مزورة ومزيفة وهي صورية فقط هذه لا شك أنها محرمة وممنوعة محرمة في الدين وممنوعة في القانون هل فيه قانون يقول بجواز التزوير في الانتخابات نحن كنا قبل بعد الثورة أصبحنا نفتي بجواز الانتخاب أو وجوبه وقبل الثورة كنا نفتي في الغالب بعدم الذهاب للانتخابات قالوا لنا ما لكم تتناقضون في الفتوى قلنا لهم ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي لأن الانتخابات قديما كانت مزورة في كثير من البلاد بعد الثورة أتيح جو أكثر خلاص بعد الثورة بخاصة نتحدث عن بلدي رأينا معشر الأهل العلم وأهل السياسة وأهل الفكر أن نجاح المصارب الانتقالي وتعزيز المشاركة السياسية هذا هو أحسن شيء لبلادنا في تونس وقمنا بانتخابات رغم ما فيها من ملاحظات لكنها في المنطق العام وفي الوضع العام أنها تعزز المشاركة وتعدل الكفة وترشد المسيرة واختيار الأكثئي والأفضل والأمهر هذا يقول به كل عاقل سواء بخلفية دينية أو بخلفية غير دينية ولذلك السياسة السياسة فرق بيننا شوف السياسة فعل إنسان هذا الفعل يتعلق بالحكم الشرق والحكم الشرق في زمن مقصوده والدين إذا كانت هذه السياسة لإقامة العدالة الاجتماعية وتعزيز القدرات الوطنية وتحقيق السيادة والاستقلال وأيضا مبنية على الكفاءة والمهارة والتعددية والشراكة ومبنية على التدرج في الدولة وفي المؤسسات وفي الإصلاحات هذا يرتقي إلى الواجب وإلى الجائز وإذا كان السياسة دي مبنية على الرشوة والكذب وعلى الخيانة والغدر والظلم لا شك أنها محرمة أما القول بأن السياسة ليست من الدين ما معنى سياسة من الدين أو من ليس الدين السياسة من اهتمامات الدين الدين كما أمر بعبادة الله في المسجد أمر بإقامة العمران في المجتمع فالأمر بالعبادة والأمر بالعمارة كلاهما تكليف شرعي الله أمر بالعبادة وأمر بالعمارة قالوا استعماركم فيها وقالوا ما خلقت الجنة لا يعبدون ولذلك العمارة وهي سياسة أن تعمر أرض بنظام سياسي عادل وبحكومة راشدة وبمجتمع مدن قوي وبإعلام حر كيف تحق العمارة بشفافية وموضوعية ومحاسبة وحاكمة ورشد وكذا ولذلك السياسة من اهتمام الدين عندما يكون اهتمام ليس معنى ذلك أن الدين عنده أحكام تتعلق بالخلاف السياسي وبالتفاصيل السياسية وبالنظم الامتخابية والجدل السياسي بين السياسيين لا ينبغي أن يتأسس على الدين بمعنى أن يأتي واحد يقول أنا موقفي هذا من الخطة الاقتصادية موقف ديني أن ربنا سبحانه هو اللي يريد هذا لا ليس هذا لأي شخص أن يمارس السياسة بخلفية دينية إسلامية بناء على قيم الإسلام وعلى أحكام الإسلام من غير أن يقحم الدين في تفاصيل سياسية هي موضع جدل ومجادلة والتجاذب بين الفرقاء السياسيين أو الشركاء السياسيين يعني مثلا في الخطة التنموية هل نعمل خطة تنموية خمس سنوات ولثلاث سنوات نبدأ بالتعليم ولا نبدأ بالاقتصاد مثلا هذه أمور تفاصيل وجدلية ليس فيها نصوص وليجي واحد يقول رأيت رؤية البالح في المنام أن هذا الأمر يتعلق به حكم شرعي لا لا الفتاوى المنام لا ينتج أحكاما شرعية ولا ينتج فتاوى شرعية فمن حق المسلم أن يمارس السياسة بخلفية الإسلامية بالقيام الإسلامية بالمقاصد الإسلامية لكنه في الجدل في المفردات السياسية وفي التفاصيل وفي الجدليات السياسية والبرامج اللي هي موضع خبرة وموضع نقاش وموضع توافق هذا موكول لكل الشعب ولكل الشركاء والفرقاء هم المعنيون بتحديد البرنامج الأمثل في السياسة للشعب والدولة ولا يختلف هنا اللي بخلفية إسلامية واللي بخلفية غير إسلامية في قضية الصحة والتجهيز والبنية التحتية ونظام الكهرباء والترقية والنظام الاجتماعي والتأمين الصحي هذه مسائل متوقفة على المختصصين متوقفة على الخبراء متوقفة على الفكر على الجدل أما الدين يحث على الكفاءة والأمانة يحث على الإتقان والإحسان إذا واحد عنده خلفية دينية أو خلفية أخرى تبعثه على الإتقان هذا ما فيش مشكل من جهة التحفيز ومن جهة الارتباط بالقيم قيمة العدالة قيمة الكفاءة قيمة أسلامية فهذا الفرق بيننا فالإسلام من اهتمامه من اهتمامه السياسة كما الأسرة كما للعبادة وبمعيار السياسة وبموضوع السياسة وبأدوات السياسة مفهوم جوابي أظن والله وليه التوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر